سابقة لم يتوقع أحد بشاعتها أن تستهدف دار للمسنين ويقتل الطاقم القائم على رعاية من تركهم ذوهم مجزرة دار المسنين في ظهيرة الجمعة الدامية فتحت أسئلة عن كم التشوهات النفسية لمنفذي هذه الجريمة وكيف يصل التطرف الديني إلى هذه المرحلة من الإجرام أحيل تنفيذ الجريمة بحسب بيان إدارة الأمن إلى الجماعات الإرهابية بعدنا جمعنا حصلنا مقتلين كلها عن وضع دار المسنين بعد المجزرة وإلى صباح اليوم الثاني ما زالت السلطات والجهات المعنية تواقه المأساة ببرود محير فلا قائمين على الدار بدلا من الطاقم الذي راح ضحية هذه الجريمة فيما النزلاء يمرون بحالة سيئة تتطلب تأهيلا نفسيا عاجلا تداعيات الجريمة التي هزت الإنسانية لن تتوقف عند اتهام السلطات الشرعية للمخلوع واذرعه بالوقوف وراء هذه الجماعات المتطرفة فالسلطات ذاتها التي تخوض حربا معلنة ضد المخلوع ميليشياته لا يبرر لها الشارع تخاذلها إزاء هذا الكم المستمر من الاختراقات الأمنية الفادحة في العاصمة المؤقتة رسالة للحكومة المغتربة في الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية أن تعود إلى هنا وتباشر مهاما من هنا وتعزز الآمن لأنها ليست أغلى من المواطن ردات الفعل الغاضبة والمقرؤة في مواقع التواصل لم تثمر عملا مدنيا ضاغطا بالمستوى المأمول سوى وقفة هي الأولى أمام مبنى إدارة الأمن دعت إليها منظمات مجتمع مدني للتنديد بالقريمة ومطالبة السلطات بسرعة القبض على القناه وتحمل مسؤوليتها بفرض الأمن في كافة مديريات المحافظة العمل الإجرامي الذي ارتكب أمس في دار المسنين كان مفروض يشكل غضب شعبي طلبنا ونداءنا إلى الداخلية وإلى إدارة الأمن فأتمنى من المجتمع المدني الراكد في عدن أنه يخرج عن القوقعة الروتينية والتقليدية ونبطل يعني تطبيل الحضور القليل كان محبطا وداعيا للتساؤل عن حال العمل المدني في عدن بعد قريمة حريم بها أن تستنفر كل مكونات المجتمع آدم الحسامي قناة بلقيس عدن اشتركوا في القناة